عشان كده احنا النهاردة هنتكلم عن نوع خاص من الجهاد نوع خاص من جهاد النفس انا بسميه جهاد الحزن الاسود ليه طيب؟ في الفترة اللي احنا فيها دي في ناس كتيرة هيلقوا فرصة لنفسهم ان هم مش بس يكتائبوا مش بس يحزنوا لا يوصلوا الى الحزن العميق الاسود اللي بيخلي الانسان لا يستطيع ان يعيش ولا يستطيع ان يمارس حياته ففي الوقت ده احنا محتاجين ان احنا نتعلم من الاحداث اللي حوالينا اللي بتمر بينا عشان نوصل لمراضي الله سبحانه تعالى مننا ومش نقدر نتعلم الا لو عرفنا الفرق ما بين مصطلحين مهمين جدا الواقع والحقيقة الواقع هنا بنقصد دي الواقع اللي احنا شايفينه اللي هي مشاهد التلفزيون والاخبار ده اللي احنا شايفينه واقع تحت حانين هل الواقع ده هو الحقيقة ولا الواقع ده جزء من اللي احنا لازم نعرفه عشان نوصل للحقيقة احنا لا شك حياتنا حياتنا اللي احنا عيشينها دي بيتخلينا ابناء الواقع بمعنى اللي احنا شايفين عشان كده بيبقى سهل علينا ان احنا نقع في سواد هذه الاحداث ونقع في سواد اللي احنا بنشوفه يعني ايه الكلام ده احنا شفنا الواقع وقرينا احداثه من خلال رؤية مخطئة لما ظننا ان الواقع ده هو النهاية وان الواقع ده هو عين الحقيقة وعشان كده احنا بنمجهزين ان احنا نبتعد عن الحقيقة ونؤمن بالاحداث وده بيبقى شيء خطر جدا 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 علينا لان المسافة ما بين ايماننا بالاحداث فقط وعدم تمسكنا بالحقيقة يخلي فيه فجوة بنا هذه الفجوة يملأها تملأها سواد النفس عشان اوضح لكم المسألة لو شفنا الاحداث دي كده لازم نقول ان القضية مليئة بالسواد مفيش فرج مفيش حل الدنيا صعبة قوي وده واتها تلاقوه لما احنا نشوف كده هو في بعض الاحقيين نقول بدل فيه سواد يبقى مفيش حقيقة لان الواقع هو الحقيقة فالحقيقة كده بتقول ان ما تنفعش تعيش بالاخلاق لان احنا لما عيشنا بالاخلاق شوف العالم كله مش عايش بالاخلاق ولذا كتير مننا بيقول ان صاحب الاخلاق الناس بتدوس عليه والواقع بيقول ان البقاء للأقوى والاكثر خداعا بس الحقيقة بتقولها غير كده الحقيقة اللي بنؤمن بيها واللي بتبر لما بتبرنا الاحداث بنقدر نكتشفها الحقيقة بتقول ان الانبياء جوم عشان يعلمونا الحقيقة والحقيقة ما كانتش هي الواقع اللي حصل احنا عندنا الواقع بيقول لنا ان البقاء اللي الاقوى بس اللي حصل مع سيدنا نوح بيقول ان البقاء كان الاطيب مش اللي نجو مش كانوا الاقوى لا كانوا الاصلح كانوا الطيبين وعشان كده لازم نفهم الحقيقة لان احنا لو تجوزنا الحقيقة مش هنقدر نفسر الحياة وخاصة لما تمر هذه الاحداث